السلام عليكم الحوثيون من الكهف إلى الانقلاب على الدولة مسيرة حافلة بالتمرد والبارد والدم ظهرت جليا قبل 12 عاما وتحديدا عند أول مواجهة عسكرية لتتحول اليمن بعد ذلك إلى ساحة حرب ومقبرة بداية نشأة هذه الجماعة المنشوية كانت في العام 1992 حيث أسس محمد بدر الدين الحوثي منتدى للأنشطة الثقافية في صعدة وفي العام سبعة وتسعين تسعمائة وألف تحول المنتدى على يد حسين بدر الدين الحوثي من الطابع الثقافي إلى حركة سياسية مذهبية تحمل اسم تنظيم الشباب المؤمن اتخذت هذه الحركة منذ 2002 هذا الشعار وهو الشعار الذي كان يستخدمه الحرس الثوري الإيراني لكنه يتناقض مع أهداف الحوثيين وممارساتهم استغل الحوثيون غياب الدولة في صعدة وحول الكهوف والجبال إلى معسكرات تدريب واستقطاب لميليشياتهم حتى تحولت الجماعة إلى قوة عسكرية صاعدة خاضت هذه الميليشيا ستة حروب مع السلطات بين 2004 و2009 وبعد مقتل زعيمها الروحي حسين في الثامن من سبتمبر 2004 صعد شقيقه عبد الملك إلى رأس قيادة الجماعة لدى الحوثيين جيش مكون من أكثر من عشرة ألاف مقاتل بحسب تقارير أمنية رسمية ولديهم مصانع ومخازن أسلحة في صعدة وصنع أبرز مصادر أسلحتهم تجار السلاح وقبليون وقادة عسكريون موانون للمخلوع ودول إقليمية تمدهم عبر طرق التهريب وقد اتهم الرئيس هادي أكثر من مرة إيران بتمويل الحوثيين ودعمهم بالعتاد والسلاح فيما تم ضبط عدة سفن وقوارب تهريب في عرض البحر في ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية أتيح لميليشيا الحوثي فرصة الانضبام لكنها استغلت مشاركتها في الثورة في تنمية نفوذها السياسي تمثل بمشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني وباعتماد مؤتمر الحوار ستة أقاليم اثنين في الجنوب وأربعة في الشمال أعلنت ميليشيا الحوثي رفضها للتقسيم كصيغة للدولة الاتحادية لكن مراقبين يقولون أن رفضها كان يعكس المخاوف من حربانها من السيطرة على منافذ البحر تمكنهم من التواصل مع حلفائهم الإقليميين كما يحرمهم التقسيم من مناطق النفط عسكريا تجسد حراك ميليشيا الحوثي على الأرض من خلال سيطرتهم على محافظة صعدة سياسيا ومذهبيا وإداريا وذلك بإخراج السلفيين من دماج كما فتحوا أيضا عدة جبهات في الجوف وحجة وعمران توجت باقتحامها عمران والسيطرة عليها في مارس 2014 بالتحالف مع محسوبين على الرئيس المخلوع حينها اتسمت الحكومة بالضعف والجيش بالتشردم وفي الثامن عشر من أغسطس من نفس العام صعدت ميليشيا الحوثي من خطابها وأفعالها على الأرض بتبني مأسمته حراكا ثوريا وأقام مخيمات اعتصام داخل العاصمة صنعاء وتوقوها عسكريا اشترط زعيم الميليشيا سبعة شروط لإنهاء حصار العاصمة بينها تغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وملف أسعار الوقود وهو ما أثار شكوك حول تصعيدهم على الأرض قال عبد الملك الحوثي أن طموحاتهم لا حدود لها وأن كل الخيارات مفتوحة عندها وجدت ميليشيا الحوثي بالتحالف مع المخلوع صالح فرصة كبيرة للإنقلاب على الدولة واستكمال السيطرة على مؤسساتها فاقتحمت العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر وهو تاريخ مثل نقطة تحول سوداء في تاريخ اليمن دخلت على إثره طوفان عنف لم يهدأ حتى يومنا هذا ننتهي هنا في ليلة سقوط العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة لنكمل غدا مسيرة ما بعد السقوط موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة